مازلنا في اندونيسيا حيث قتل شخصان بينهما منفذ الهجوم وصيب ثلاثة ضباط على الأقل في انفجار بمركز الشرطة اليوم الأربعاء في منطقة جاوة الغربية جاء ذلك بحسب تصريحات مسؤولين في الشرطة لوسائل إعلام المحلية أكدوا أن السلطات تحقق في مصدر الانفجار الذي يعتقد أنه تفجير إرهابي بحسب المؤشرات الأولية ونقل تلفزيون مترو عن سكان قولهم إن الانفجار كان قوية بينما عرضت تلفزيون كومباس لقطات لأضرار لحق قبل مدخل مركز الشرطة في مدينة باندونغ فيما أغلقت الطرق في المنطقة وتعرضت اندونيسيا أكبر دول العالم من حيث عدد السكان المسلمين لهجمات شنها متطرفون استهدفت الشرطة في بعض الأحيان وفي عام 2019 سنت اندونيسيا قانونا جديدا لصارما لمكافحة الإرهاب بعد التفجيرات الانتحارية المرتبطة بأتباع تنظيم الدولة في البلاد